الحكومة الحالية هي أول حكومة تعد منهاجا وزاريا علميا وتقدم برنامجا حكوميا أصوليا قائم على مقاومات علمية يسمح للمرة الأولى للحكومة العراقية بمراقبة مؤسساتها ويسمح لمجلس النواب والرأي العام بممارسة رقابته وملاحظاته وتوجيهاته وتصويباته الدعوة لإسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة ولتعديلات دستورية نقولها بصراحة حق شرعي لا لبس فيه وهو ما يجب أن نفتخر به ونطوره من أجل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة وبناء دولة مؤسساتية دستورية والدستور والقوانين تضمن ذلك ويمكن القيام به وفق الدستور والقوانين النافذة ستكون الحكومة وأنا شخصيا مسرورا إذا ما جرى ذلك وفق هذه السياقات أما الضغط والتصوير للناس إن هذا أمرا ممكن خارج هذه السياقات فهذه مغامرات دفع العراق ثمنها مرارا ترجمة نانسي قنقر